متحدث الزمالك متحدث باسم بنادي الزمالك نشر تويتا مبارح وبعدين تركيا الشيخ رد عليه هو بيقول أحمد سالم الفريق الأول لكورت القدم بنادي الزمالك سيتواجد في استادق قاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدوى المباريات مصابقة الدولة العام الزمالك أولا جميل يعني مش راحين السعودية فهنا المستشار اللطيف اللي قاعد فاضي أم ماسك تليفونه أم كاتب مساء الخير عايزة أسأل سؤال هو إيه يعني الاعتذار عن شيء أساسا لم يحصل الفيفا رفض لعب أي مباريات لدوري خارج القارة فعشان كده أساسا لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركة المحترمة المتحدة بتاعت المخابرات واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشتركة موجودة وحضت إيموجي سخيف جدا وأغلق الملف من يومين الأخ المتحدث حاول تاخد البطولة في شيء آخر إذا لم تستطع أخذها في الملعب هنا بيغازي الجمهور الأهلي مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقي كم من اللزاجة والتعالي والتنطيط بشكل مش طبيعي يعني هي القصة ممكن تعدي هو ما جابش سيري التركي على الشيخ ما قالش أي حاجة متحدث الزمالك قالها نروح نلعب في السرق قاهرة بس نقطة ما قالش أي حاجة الراجل بيتكلم على فريقه بيقول خبر سيلعب نادي الزمالك مباراته مع الأهلي يوم 15 أبريل في السرق قاهرة نقطة هشتاج الزمالك أولا انت مالك انت كتركي يا الشيخ على راسك بطحة ليه انت قاعد فاضي ليه ما تروح يا حبيبي تشوف موسم الرياض بتاعك شوف مالكة الجمال اللي تقريبا مش لابسة حاجة ومضغطية بعالم السعودية اللي عليه يعني شعار التوحيد روح يا عمي شوف حاجة مهمة لها علاقة ببلدك انت مالك ومال تويتا كتبها متحدث باسم نادي الزمالك ما هذا القدر من التفاهى؟ هل هذا مسؤول رسمي في المملكة العربية السعودية؟ ما جماعة فهمونا هو الراجل ده مش وراغر مصر يعني مش وراغر انه يراضي فينا سواء اهلي بقى سواء زمالك سواء بيرامد سواء شوبير سواء مرتضة يعني احنا مش ورانا غير تركي يا الشيخ هل المملكة العربية السعودية بتلت مصر بهذا الرجل؟ هل محمد بن سلمان قال له انت شغلانتك رئيس الترفيه وتراضي في مصر لحد ما نشوف حد يراضي فيهم؟ يعني امر غريب جدا الراجل ده بقى مستفز لأقصى درجة في الكورة في السياسة في الفن في الترفيه في محمد سلم في بيومي فؤاد مستفز راجل مستفز للشعب المصري يعني انا على ثقة ان الشعب المصري لم يبغض بني ادم كما بغض تركي قال شيخ يا عزيزي انت بتتعامل مع المصريين لو الجماعة الرخاص اللي انت اشترتهم محدش فيهم في مرة رفع عينه في عينك وقال لك الشعب المصري عنده كرامة فانا بقول لك انا بقول لك ان احنا عندنا كرامة الشعب المصري عنده كرامة الاستفزاز والجليطة والتعالي والاستعلاء وقلة الادب اللي انت بتعملها مع المصريين في مواقف مختلفة اصبحت امر يعني بصراحة مؤرف مؤرف جدا يعني لا يقبل مملكة العربية السعودية بصراحة والله يعني انا كل مرة بتكلم عن الراجل ده بقدر من السخرية لا المرة دي بصراحة الامر مستفز يعني انا راجل اهلاوي جدا بالمناسبة مش قصة اهلي وزمالك دلوقتي انما قصة التعالي بتاعه ومدخلته مع احمد شبير مبارح مزعجة لأقصى درجة انك تقعد مزيع مصري قدامك زي التلميذ وانت قاعد تكلمه انت متعود تعمل دمع عمر قديم يا جماعة اللي هاستضيف الراجل ده يبقى قادر يكلمه وعنده كرامة كده وعنده بربع جنيه صحافة ومهنية قادر يرفع عينه في عينه واسأله سؤال يا ما تستضيفهوش بلاش اللي تقيمة احمد شبير نجم الاعلام الرياضي بطلوا يا جماعة بطلوا رخص بطلوا رخص كفاية عرف كفاية عرف اللي استضيف ضيف يبقى قادر يحوره قادر يناقشه قادر يتحدى في كلامه مع كامل الاحترام والتقدير لانه ضيفك يا اما متستضيفوش انما انت مش جايب ضيف عشان يهين زميلك ويهين ناسك ويهين اهلك ويقولك شيلوا صورتي من نادي وانت تقول لها صلى ما بدخلش نادي الزمانك والله عيب يا شبير الكلام ده عيب عيب انتو مصريين عيب اللي بيحصل ده اشتركوا في القناة